موسيقى مساء الخير مساء الخير جانا لكم مرة تاني فقرتنا دي هنتكلم فيها عن فيروس كورونا بما انه هو اللي متواجد معانا في الفترة دي احنا ضفتنا النهاردة دكتورة غدا نصر استاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الاصر العيني اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم اهلا بحضرتك واهلا باستاذ مشاهدين كورونا عامل قلق بزيادة عند الناس الحقيقة فعلا الناس قلقانة وخايفة ومتوترة وفي مجموعة اجراءات كتيرة ظهرت النهاردة ومن ضمنها الاجراءات اللي خذتها دكتورة وزيرة الصحة الخاصة بالطوارئ وانه العيادات الخارجية تبقى فقط قصرة على الحالات اللي هي زي النساء والولادة والاطفال والاجراحات وانه دكتورة البطنة يبتدوا يتدربوا للعناية المركزة ويعني حزمة اجراءات كده شايفة ده ايه؟ طبعا ده شيء ده جهد رائع وطبعا بنشكر طبعا القائمين في وزارة الصحة وعلى رأسهم وزارة الصحة وطبعا سيادة الرئيس لانه توجيهاته طبعا بالحفاظ على صحة المواطن المصري وصحة المجتمع المصري عامة والنهاردة كان فيه حزمة فعلا من الاجراءات الحاسمة الضرورية جدا سواء كانت اجراءات صحية او اجراءات يعني نقدر نقول الحذر ده يعتبر في ظل الظروف اللي احنا فيها هو اجراء صحي كمان ودي كانت اجراءات لازمة حقيقي جدا في ظل الوباء العالمي اللي بيكتحي العالم كله بسبب اعداد كبيرة جدا ومتزايدة من الحالات واعداد عالية جدا دلوقتي يتطبر من الوفيات فطبعا انه ان الطاقم الطبي يواجه كل اهتمامه في الفترة الحالية الى الحالات الطريقة وانه ما يبقاش فيه احنا بنسمي في القطاع الطبي في حالات بتبقى إلكتف او اختيارية علاجة وفي حالات بتبقى طريقة فلازم دلوقتي في ظل الطوارئ اللي احنا فيها انه يتم تدريب عدد كبير جدا من القطاع الطبي على معرفة كيفية التعارف على الحالة او الاعراض اللي بيها بيتم تشخيص حالة الكورونا ازاي نتعامل معاها ازاي نشخصها ازاي يتم التعامل معاها بالنسبة للعدوى طرق التعامل عشان محصلش فيها انتشار على مستوى القطاع الصحي لازم فيه انفكشن كنترول او مكافحة العدوى على مستوى القطاع الصحي ازاي يتم معلاج الحالات وطبعا هنا بقى بنسخر الجهود كلها لمواجهة هذا الوباء فالقطاع الصحي طبعا على رأس القطاعات الدولة اللي بتقوم بالمهمة ديت فلازم القطاع الطبي يبقى مدرب وجاهز للتعامل مع الحالات ولو زادت عدد الحالات طبعا احنا لقدر الله لو الشعب لم يلتزم بالحذر لم يلتزم بالعزل في البيت احنا معرضين ان يزيد عدد الحالات بشكل كبير وبالتالي هيبقى يمثل ضغط على القطاع الصحي ولو القطاع الصحي غير مجهز وغير مدرب لاستقبال الحالات هتبقى فيه مشكلة كبيرة فاحنا كده بنبقى عاملين اجراءات مصبقة عشان نقدر نواجه طيب سؤال بيسألوا ناس كتيرة جدا من قدر الكلام طول الوقت عن الفيروس فيه ناس بيجي لها احساس انه لو كح شوية ولا زور واجع شوية لفيروس ويبتدي يتوتر ايه الحاجة اللي ممكن نقولها انه انت كده تطمن او انت كده تبتدي تقلق ولو حصل انه عندي حالة اصار فيها ازاي لاني ناس كتيرة جدا بتسأل لو عندي حالة اعمل ايه اروح فين طبعا ده برضو مهم جدا لانه احنا احنا عايزين نخلي الجهات الصحية او القطاع الصحي يكون جاهز للحالة فعلا الاكيدة او المصابة فعلا ما نستهلكش القطاع الصحي في ناس موسوسة وخايفة على نفسها على الفضل وعلشان كده كان دي خطوة صراحة جيدة جدا انه يبقى فيه توعية مجتمعية بايه اعراض الكورونا في الكورونا هي مرض هو عمون بينتقل عن طريق الجهاز التنفسي العدوة بتتم عن طريق الرزاز للشخص هو بيتكلم او بيكوح او بيعتص شخص تاني بيستنشقه او بيلامس انفه او عينيه الاخشية المخاطئة وبالتالي الفيروس بيخترق الاخشية دي ويتم ويصل الى جهاز التنفسي ويسبب اعراض تنفسي في معظم الحالات 80% من الحالات او اكتر بيبقى الاعراض خفيفة بتشبه اعراض نزلة البرد وبالتالي احنا عايزين نقول الناس انه لو حتى عنده كورونا في معظم الحالات بتيجي باعراض خفيفة بتبقى كحة بسيطة ممكن يبقى فيه راشحة عطس زي نزلة البرد في الحالة دي الاجراء ما تقلقوش في الحالة دي احنا بنتعامل زي ما قلنا احنا كلنا قاعدين في بيوتنا يستحصل لو في حالة عندها اعراض برد احنا مش عارفين بقى دي كورونا ولا نزلة برد عادية ان المريض اللي عنده الاعراض دي يعزل فيه غرفة منفصل دي اول خطو يبقى فيه تطهير مستمر للمكان اللي هو قاعد فيه وهناتكلم يتم التطهير ده ازاي لانه برضو فيه قاويل كتيرة جدا عايزين نقول الصح اللي بتوصي بيه منظمة الصحة العالمية المريض دوت يلبس الماسك هي برضو عشان فيه سوء استخدام الماسك اللي بيلبس الماسك هو المريض فقط اللي معزول في البيت عشان ما يعديش اللي حواليه لو المريض ده كبير مش قادر يتحمل الماسك ممكن اللي بيخدمه او اللي بيرعيه اللي بيدخله للاكلة هو اللي يلبس الماسك مع وجود التطهير المستمر بيبقى فيه التباعد ما بينه وبين قسرته فترة الـ 14 يوم لحد ما يا اما هيخف يا اما في اي وقت هتبتدي الاعراض تزيد يبقى فيه بقى الاعراض الخطيرة جدا يبقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة اعلى من 38 درجة مقوية انه يبقى فيه كحة جديدة ويبقى فيه ضيق في التنفس اول ما يحس بتقل جامد جدا في صدر ومقالم شديد جدا فيه درجة حرارة عالية فيه كحة مستمرة في الحالة دي انا مستناش بقى في الحالة دي على طول انا بروح للمستشفيات وزارة الصحة او بتصل بالخط السيخن بتاعهم اللي هو 105 هم بقى بيوجهوني اعمل التحليل فيه اتأكد اذا كنت كورونا والله بيتم اخذ الاجراءات المتعرف عليها بقى العزل ويبتدي الكنتكتس اللي هما الناس المخلطين ليه برضو يبقوا تحت الملاحظة في فترة 14 يوم والله طلع سليم ما عندوش كورونا عندي نزلت برض بيروح بيته بياخد العلاق بتاعه فاحنا مهم جدا ان احنا نتريس سواء كانت كورونا او غير كورونا طالما عندي الاعراض بداعتي بسيطة المفروض انا التزم في البيت وياريت ان احنا في الاسرة زي ما قلت لو فيه امكانية انه تحط يبقى وده منفصل دكتورة فيه تقولين كده ببروتوكول التعامل مع الكمامات والقفازات لانه فيه حالات غريبة يعني اوقات ناس بتعقم الجوانتي بعد ما تبسوا استخدام الكمامة ممكن يكون مؤذي مش مفيد تقولين ايه البروتوكول للتعامل مع الكمامات فرح انا شايفة انه يعني كتير من الجهات محتاجة توعية بالنسبة لاستخدام الكمامات والقفازات لانه فيه سوق استخدام ديها بشكل انا يعني بلاحظه واللي عاملين في مجال الصحة العامة واللي عندهم وعي بالقصة الانتقال المرض ملاحظينه انه الناس كلها لابسها الكمامات لقيها الوقفة في الشوارع كل الاماكن الحرس احنا مش المفروض الكمامات منظمة الصحة العالمية اي لا استخدام الكمامات في حالات معينة العاملين في القطاع الطبي لازم يلبسوا الكمامات وبذلك اللي بيتعاملوا مع مرضى جهاز تنفسي او بيتعاملوا طبعا مع حالات فيها اشتبه ان هي تبقى كورونا لازم بيلبسوا ماسكات وفيه ماسكات معينة كمان بتبقى اكثر فعالية لها الان 95 دي بيلبسوها لو في حالة مشتبهين ان هي كورونا لكن بالنسبة بقى للمجتمع امتى نلبس الكمامات دي زي ما قلت لو كان انا شخص فيه شخص مريض في البيت احنا دعوتي في مكان مغلق عاديين في مكان واحد فيه شخص عنده اعراض برضو مش عارفين ده ايه في الحالة دي الشخص الشخص المريضي اما يلبس الكمامة لو مش قادر الشخص او الناس المخلطين لهو ممكن يلبسوها وقت فقط ما بيتعاملوا معي لو انا في مكان مزدهم جدا ويعني مثلا انا رايح اشتري في مكان في سوبر ماركت وزحمة قوي ممكن البس الكمامة دي فوقتها بس وبعد كده بتخلص منها مش طول ما انا ماشي لابساها وبعدين الناس بقى بتنزلها شوية وتطلعها شوية وتلمسها بادينا هي هي المفروض ان الكمامة دي بتمنع الميكروبات انها تخش فانا لما مسكها من برا انا لو استقداية خلاص لو مسكت اي حاجة تانية انا لو استها فهي لها استخدامات معينة استخدم مرة واحدة استخدم مرة واحدة في اليوم وتترامى وليها طريقة معينة ان انا قبل ما باستخدمها بخسل ايدي كويس جدا يعني انا لو براي شخص مريض في البيت وعايزة هتخله او هاود معي هقدم له حاجة او هغيض له على حاجة او يعني في خدمة معينة هقوم بيها للشخص المريض دوت بخسل ايدي كويس جدا او بعقامها بالكحول طبعا غسيل الادين ده بالمية والسابون ويكون صابون بيبقى فيه له رغوة ولو طريقة في الغسل لان انا اول حاجة ببلي ايدي بحط الصابون في ايدي بدعك ايدي كويس جدا بالصابون من الكفين كده وبعد كده من ظهر ايدي هنا ما بين صوابعي وبعدين ابدل وكل خطوة من دي بعد دل خمسة لان انا المفروض تاخد عشرين ثانية وبعد كده اعمل ايدي بالمانزر ده خمسة برضو وبعد كده التبس او اطراف صوابعي كده بفروك كل حركة من دي بتاخد مني خمس ثواني بقى كده بشتوفها وبنشفها ايدي بقت جهزة كده بجيب المسك بركبه بقفله من فوقه من تحت بثبت في حديرة كده بثبتها باستخدمه الفترة اللي انا هستخدمه فيها وبعدين بفكه ما بلمسوش بقى خالص من قدام بفكه برنيه على طوف بسكت ما بتلمسش من بار والجوانتي مرة واحدة بس مرة واحدة بس الجوانتي ده بقى ما لوش لازمة انا احنا لو جينا نشوف برضو علميا احنا دايما بنستند الى الممارسات الاكثر فعالية اللي بيوصي بها العيقات العلمية منظمة الصحة العالمية هي المرجع بتاعنا في قصة دي منظمة الصحة العالمية بتقول انه اكثر طريقة فاعلة في الحد من انتشاره الكورونا ومن الحد من الاصابة به ان انا اخسل ايدي كويس بس بالطريقة اللي انا قلت عليه اخسل ايدي كويس جدا وانا اشوفها ملمسش عيني ولا منخيري ولا بقي بادي خالص وكل شوية اخسل ايدي طب في ظل الاجراءات الحاضرون في ناس كتير قاعدة في البيت هل بالضرورة الناس اللي ما بتنزلش من بيوتها تبقى على طول ماشية بعمليات التعقيم والكحول ونخلص عليه في الصيدليات وكلام ده ولا قاعد في بيته يكتفي بغسيل الى دين لا بصي انت اكيد هتخرج يعني اللي هيخرج ده ما فيش معنى ان هو لازم يهطهر ايدي كويس وكده بس بالنسبة للبيت احنا ممكن في التنظيف اليوم بتاعنا اننا وده بي لان احنا لحد الوقت الكورونا يعني ما فيش دراسة بتقول ان هي بتنتقل عن طريق الهواء هي عن طريق الرزاز ولازم يبقى فيه يعني ان احنا قريبين من بعض او لمست صفح زي ما قلت لحضرتك ويهي ده يتلوزت به لكن فيه احتمال الكورونا يكون بتنقل عن طريق الهواء ففي الحالة دي حتى لو انا ما خرقتش يفضل في المرحلة اللي احنا فيها اللي احنا عندنا علامات استفهام كتيرة لسه فيها احنا لسه بنستكشف الفيروس الفيروس ده جديد مش معروف قبل كده ان احنا نلتزم بالنظافة النظافة وعملات التطهير ان انا على اقل مرة ومرتين في اليوم انا عندي الكلور ربع فنجان على لتر مية كل الاسطح بتاعتي لان احنا ممارسات نحنا بنكوحه بنعتصه بنتكلم والرزاز ده بيلوز اسطح كتيرة جدا فيفضل ان انا اولا دي عملية نظافة ان انا مرة ومرتين في اليوم برش بنضف الاسطح دي وانا بنضف الارضيات مفيش معنى ان انا برضو اخفف الكلور واستخدمه في النظافة دي مش هستخدم مطهارات تانية كتير هو الكلور هو المادة الفعالة في تطهير الاسطح طيب في ظل ان فيه ناس قاعدة في البيت والاطفال قاعدين في البيت فيه ناس ممكن تقول ايه طيب احنا نتجمع بقى مع بعضينا كده ايه نقعد قاعدة حلوة مع بعض واوقات المكان يبقى مقفول ما فيهوش تهوية جيدة فجأة يبقى فيه ست سبع اشخاص قاعدين في قوضة مع بعض ما احنا قاعدين فاضيين بقى وبدون تهوية تقولي ايه لده هو احنا لو اسرة وعاديين مع بعض ما فيه شيء مشكلة بس هو برضو مش سلوط المهمة جدا لازم يبقى فيه تهوية لازم البيت او المكان اللي احنا عاديين فيه تهوى يتفتح فيه الشباك على الاقل مرتين او ثلاثة في اليوم لازم تجدد الهوى بصي اي احنا عندنا في الصحة العام عشان نمنع اي جهاز اي مرض بيتنيل عن طريق جهاز تنفسي مهم جدا التهوية التهوية دي ودخول الشمس والمكان ما يبقاش فيه تراب دي من الحاجات الاساسية او نظافة المكان دي من الحاجات الهمة جدا عشان وقاية من الامراض التنفسية الشمس الهوى مفيش ده ينقرب من بعض طبعا عموما فيه دلوقتي برضو من التوصيات ان فيه حاجة اسمها social distancing ان انا احافظ على المسافة بيني وبين الاخر علشان ما يتقلش الفيروس وكمان علشان يعني نقلل لو لحد اصل على فكرة كمان الكورونا ده مرض يعني من الامراض يعني الخبيثة شوية انه الفيروس ممكن يبقى موجود ومع الجزائر عليه عارض وبالتالي انا ممكن ان نقله الشخص والشخص لو منعته ضعيف او لو شخص كبير هو بقى اللي يجيله المرض فيستحسن حتى لو احنا ببيت واحد وهنقض مع بعض مفيش بقى دايق او ان احنا نقرب من بعض مفيش دايق او ان احنا نقضن بعض او ننبوز بعض او نقضن بعض او نقضن بعض خلينا محتفظين بالمسافات ما بيننا حتى لو هنقضن مع بعض في ناس بتسأل ضرورة خلع الحزاء لما ندخل البيت او ده اجراء لطيف يعني انا مفيش حاجة علمية يعني انا يمكن قريت مرة واحدة انه فيه يفضل انه انا وانا دخل البيت ان انا ممكن يبقى فيه فوطة مبلولة بالكلور مية وكلور يعني فيها نسبة كلور وامسح رجلي فيها وخلي الجزمة عند الجزمة على مدخل الباب ما فيش دايقنا والفكرة ده السلوك نضيف طبعا سلوك مطبط بالنضافة متخضر يعني لانه عموما مهما كانت دنيا نضيفة انت برضه معرض انه يبقى فيه اي شكل طب يعني بعض الناس بتتساءل عن خطورة دمج بعض المنطهرات ببعض يعني فيه ناس قالت الخل على الكلور بيعمل مشاكل فيه شفت صورة لوحدة حطت الكحول نضفت بيها دي وبعدين راح تولع البتجاز فحصل لها شيء من الحر فنفهم الناس ببساطة التعامل مع المنظفات ومطهرات ازاي اولا احنا لو عايزين ننضف بقى والكلور نطهر احنا قلنا الكورونا ما بتموتش من الحاجات اللي هقدر استخدمها في البيت منظفات او مطهرات قلنا هو الكولور بحط فنجان على لتر مية ما استخدمش حاجة تانية غير كده كحول ده لقدية ويفضل ان انا انتظر شوية لحد ما تير لو هتعامل مع اي نار او اي حاجة قابلة لاشتعيل النقطة المهمة جدا انه ما ينفعش ارش الكولور على خالص على الهدوم ولا على جلدي خالص لان ده بيسبب حساسية وممكن تسبب تشاققات او حروق في الجسم يستحسن وده مش فعال في قتل الفيروس كمان الكولور المخفف للأسطح فقط ارضيات خشب بلاستيك حاجات من دي لكن ان انا استخدم الكولور واروشه علي او كحول واروشه علي ده خطر جدا ولا يوصى بي بالنسبة لخلط المطهرات بالنسبة لغسيل الهدوم او الغسيل الادوات اللي بيستخدمها اي شخص ميا وصابون فقط الميا والصابون كافي للتخلص من الفيروس مفيش داية خالص استخدام اي مطهرات تانية الا زي ما قلنا تنظيف الأسطح فقط ارضيات او ترابيزات او مثلا ادوات زي الكمبيوتر سلسلة مفاتيحي ممكن اطهرها او مسحب حتى فيها زي ما قلنا بالكلور او طبعا المخفف بالميا لكن غسيل الهدوم استخدم المسهول البداية العادي جدا اللي بيناسب الغسالة بتاعتي مش محتاجة خالص اضيف اي حاجة تانية لا كلور ولا ولا دي تول ولا اي حاجة خالص ها صارح ريك حاجة يعني من خلال متابعيتك اللي بيحصل في العالم هل احنا استفدنا بشكل جيد من تجربة الصين وتجربة ايطاليا في المنظومتين الصحيتين اللي سبقونا بمواجهة الفيروس واعتقد احنا كادارة استفدنا لكن كشعب محتاجين لسه نستفيد اكتر ان احنا نتعلم شوية الالتزام لانه الناس كلها يعني الصين قدرت تتغلب على الفيروس بان الناس التزمت ببيوت قعدت في بيوت والتزمت بالقواعد الصحية السليمة التوجيهات واللي كانت بتوجه ليهم فاذا الشعب ما استوعبش دوت والتزم بانه لانه طبعا كل الناس عارفة دلوقتي وقلنا كتير جدا انه الفيروس مش شرطي يظهر لي اعراض فانا ممكن شكل يكون سليم واعدة امشر الفيروس لناس تانية وفيه ناس بتموت لمجرد ان هي منعتها قليلة او ناس كبار في السن او عندهم امراض فحرام ان انا اتسبب في قتل نفس اخرى فيه ناس تانية بتسأل معلش يعني الحوامل هل لان فيه دراسة في جامعة اسمها واتشانج صينية بتقول انه يعني لسه تحت الطبع فما تعتبرش انها نهائية انه الحامل ما بتنقلش الفيروس للطفل المولود فعايز يعني ناس انا برضو انا عريف واستمن على صحة وصحة البيبي صح وطبعا الست الحامل عموما هي بتبقى الحامل ده يتبقى ضغط نفسي ضغط على الجسم سترس يعني يعني جسدي ونفسي وده بيقلل عموما المنعة فهي انا برضو قريت انه لسه لحد الوقت ما فيش يعني دراسة او دليل على انه الفيروس بيأثر اكتر على الست الحامل ولكن هم في المجموات الاكتر خطورة اللي احنا لازم ناخد بالنا لان احنا مش عارفين لسه الفيروس لكن انا يعني من ضمن قراءتي انه الفيروس لا ينتقل الست البقى اللي بتردى وما بينتقلش عن طريق دكتورة غادة يعني انا بشكر حريك للاسف احنا وقتنا خلص بشكر حريك على وعد ان احنا نتكلم تاني لان طول ما الفيروس يعني بيحاصر العالم اكيد هنحتاج يعني نتناقش في ما هو مستجد وجديد دكتورة غادة نصر استاذ صحة العامة وطب المجتمع انا بشكر حريك جدا جدا على تشريفك معنا مشاهدينا الوقت معكم بيمروا بسرعة والقاعدة وسطيك اشوفكم التلاتة الجاي وبكرة حلقة جديدة من مساء الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة